ولا نزال في الشأن المحلي حيث تصديف دولة الكويت اليوم الملتقى الاقتصادي الثاني نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي الملتقى يأتي في إطار حرص المعهد على تحقيق رؤيته ورسالته في دعم الجهود الانمائية للدول العربية والعمل نحو نشر المعرفة والتوعية بالقضايا ذات الصلاة بعملية التنمية مشاهدينا والمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من فندق فور سيزن الزميلة عيشة أحمد مراسلة تلفزيون دولة الكويت عيشة بعد التحية الله يطيش العافية خبرين أو كلمين أكثر عن فعاليات الملتقى وأهميتها في دعم جهود التنمية تفضلي عيشة صباح الخير يوسف وصباح الخير متابعين برنامج العالم هذا الصباح بالفعل متواجدين في تغطية هذا الملتقى ليستمر على مدى يومين وهو يهتم بشأن الاقتصادي الخليجي لتغطية كافة الموضوعات الاقتصادية ونحو الخصخصة وبحث هذه المواضيع العدة على شأن خليجي هناك طبعا الكثير من النخبة المتواجدة هنا من دول الخليج العربي وأيضا الدول العربية اللي راح يناقشون هذه القضايا الاقتصادية نحو التنمية والدفع بعجلة التنمية والمشاريع التنموية في دولة الكويت ودول الخليج العربي هناك أيضا مناقشة العديد من القضايا اللي اتهم الشأن المحلي والاقتصادي اللي الوصول إلى العالمية والرفع من مستوى وقدر الشأن المحلي الاقتصادي عالميا وصولا إلى دولة الكويت عالميا من خلال هذه المشاريع التنموية العدة اللي يتم مناقشتها على مدى يومين راح يتناقشون أيضا في هذه المواضيع التي تهم الخسخصة ومدى تأثير الخسخصة على المشاريع التنموية والزيادة من نسبة التمويل والاستثمار في دولة الكويت هناك طبعا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومن ينوب عنه وزير التجارة والصناعة السيد فهد شريعان اللي حاضر اليوم معنا لتكريم كافة الجهات المعنية وأيضا رئيس اللجنة المنظمة وهي الدكتورة أماني بوريسلي اللي نظمت هذا الملتقى الاقتصادي الثاني اللي راح يبحثون في كافة المواضيع القيمة في دولة الكويت والمشاريع الاستثمارية هذه أبرز المواضيع اللي يتم مناقشتها في الملتقى الاقتصادي اللي تستضيف دولة الكويت بالأخص فيندق الفورسيزن هذا كل شيء ولمحة سريعة عن ملتقانا لهذا اليوم عودة للستيديو وتكملت كافة محطات برنامج العالم هذا الصباح نعم كل شكر لت زميلتنا عايشة أحمد واللي كنت معانا في جولة العالم هذا الصباح وهذه المعلومات حول هذا الملتقى الاقتصادي شكرا جزيلا لت